السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين. اهلا من متابعين الكرام متابعين قناة التوقن فود. ان شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة وراحة بال. هنعمل النهاردة وجبة تنفع فطار او غدا للضايت والغير الضايت واقتصادية وسهلة وطعمها في منتهى الجمال. لو عجبتكم وتنسوش دسولي لايك. ولو اول مرة تتبعوني تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنجيب معانا طاصة. هنحط فيها معلقة زيت. عشان نعملها بطريقة صحية. وهنجيب معانا بصلة متقطعة مقعبات. هنشوح البصلة شوية كده في الزيت. وبعدين نجيب معانا واحدة بطاطس صغيرة. نقطعها مقعبات رفيعة. عشان ما تخدش معانا سوا. هنفضل نقلبها مع البصل. لحد ما البصل ياخد لون خفيف كده يدبل معاها. يبدأ ياخد اللون الدهبي. يكون دخلت في نص سوا. بعدين هنجيب معانا فصولية بيضة. الفصولية دي بنجيبها من قبلها بيوم. او اربع ست ساعات. بننقعها. وبعدين بنسلقها وبنصفيها تبقى بالشكل ده. هنشوحها مع البطاطس والبصل. ونحط لها معلقة صغيرة كركم وبابريكا وفلفل اسود وملح. اللي حبي بيضيف مكعب مرأة. حسب الرغبة يضيف. هنقلب كل ده مع بعض. وبعدين هنجيب معانا نصف كوباية طماطم مخلوطة او آآ وحداتين طماطم متقطعة. بتبقى حلوة بالطماطم المتقطعة او بالمخلوطة اللي موجودة عندك متوفر تعمليه. وكمان هنقلبها ونسيبكو البطاطس بقى على نار هادية تكمل بقية السوا بتاعها. وهنغطيها. بعد ما نخلص لقربت تدخل في السوا هنحط معها فلفل الوان وفلفل اغدر حسب الرغبة. عشان يفضل في الاخر شكل حلو كده ما يكونش دابلين. ونقلبها. هنختبر البطاطس. لو لانها بتتقطع يبقى هي استود. الفاصلية كده كده مستوية خلاص. ده الشكل كده النهائي. ان شاء الله تجربوه وتقولولي رأيكم في التعليقات. لو عجبتكم ما تنسوش تضسو لي لايك. ولو اول مرة تتبعوني تشتركوا في القناة. واتفعوا له الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمطابعتكم. شكرا كل تعليقاتكم الجميلة اللي بتساعدكم.